مابيل ميزان مابيل ميزان سباح الخير وسباح النول لكل مستمعي إذا عاد إيل حياته فام في برنامجكم مابيل ميزان كل مرة نجيوب موضوع جديد و باش تكون حاضرة معنا اليوم مهندس التصميم الداخلي إلهام بحديدة باش نحكيو على موضوع إن شاء الله يعجبكم الناس لكل سباح الخير إلهام سباح الحمد لله إلهام شنو جبتنا معك اليوم؟ اليوم باش نحكيو على المغبر عرخام وكيفيش نجموا ونستعملو في الدكوراسيون بتاعنا وشنو حاجات للتندانس في الخام؟ чего في تندانس الخام؟ بطبيعة كل شيء في تندانس خطر الخام معناها دي ما موجود ونعرفوه معناها فامة دجا لفايم تاع المارب فامة المارب الحقيق وفامة لفايم بتاع المارب وفامة الرخام بتاع إيطاليا وفامة بتاع تيلا فامة أنويع مختلفين من الخام وكل معناه يقديروا قدروا احنا نقولوا مانا نعطيو النصايح للنس الكل وكل واحد شنو يرايل مقدرته الشرائية باش يخدم في داره. احنا كن قولو رخام وقولو الليكس ونقولو الاليغانس ونقولو الحاجات المضخمة. خطر الحاجة اللي الضخمة دارتاو هي المغرب. ذاك عليش هي ماتية غالية. احنا نعرف اللي رخام دي ما نستعملوه في القاعمة يعنا في الكوشينة في مثلا الحيوت. فما فازيت جدود قاعدين طالعين في المغرب. اللي هما لزاكسسوار. لزاكسسوار ايه. ولينا طاوة نعملو باشا لزاكسسوار متاع متاع رخاء. نعملو بيهو مثلا لكوفوز. التاب دونوي. مثلا لبلاتو. اللي كاشبو. كما حكينا عالي بلونت هذو كبارش يتعملو برخام. نحكي وزايد على التاب الباس. يبتو هكا اللي بيهو متاحا في الدوغي. برشا برشا حاجات قاعدين طالعين برخام كما هذو ما اللي سميتهم. بي نحكي وزايد على الدكوراسيون متاع متاع السالون. في السالون نلقاو توا ميوغ تيفي تعمل برخام. معنى اللي كادر متاعو هكا ولا? ايه. اللي كادر اللي ورات الفزة هذي كي تعمل برخام. نعم بخلف اللابياج متاع متاع الحيوت. لابياج متاع البوتو. هذو ما يتعملو برشا برخام. هود جاء بالحق كما قلت انتي في العرص حتى كي نلقاو عرصة نجمون زيناها ما نعملوها برخام تطلع مزينا برشا. وكما قلت انتي مش لازم حتى رخام. حتى التكسوغ متاع رخام بيدها هي اللي هي تعطي هكا. نجي ما لعبيت قولك العرصة انا مش تتشكلي بال الحق عائق وعاجز وتبدأ منظرها مش مزينا. بالفازة اللي جبتها انتي اليوم الهام قلت معنى النجم نغطيها بالماربر. ايه. يبدا مثلا. ليفين متاع الماربر. مش بالضرورة يكون معناها رخام. ايه. يتاوى حتى البواء والتي التكسوغ متاع وماربر مع انتي تغالفوا باللوح وتبدأ تكسوغ متاع الماربر. فما البانو بي في سي. هذو ما زيد دا تكسوغ متاعهم رخام. وبالطبيعة فما برشا ألوين واشكيل وفما الكغاتين وفما كل رخام لي بالعروق ورخام المنك وهدو ما انتي والامبيانس متاع الاسباس اللي عندك كيفيش مش تعمل وتختار نوع متاع رخام. بيانسور كنختارو النوع متاع رخام. نكونو احنا عارفين شو نوع الاسباس وعارفين شو نوع الموبل. منجيوش نحطو اي نوع متاع رخام يمشي معان. بطبيعة لازم كل شي يبدأ اوموجين في الاسباس. وفيه الوان هو هكا ولا? هاي. فما نوع البلان البيج الگريج الديقراداسيون متاع الكولور لكل فرخام. معنا موجودين احنا احنا اذا كان مش نعملهم في الاسباس اللي عنا. دو بريفير وصنا بداوا معناها عارفين شو نوع الموبل اللي مش نحطوها عليه. باش بتبديش هكا فما هكا حاجات خطر ما اقول احنا. اه تبدأ حاجة مزيانة حتى تركح فيها العين كما نقول. اي دار تلقى فيها هنتي توش متاع رخام. كما نقول لك في الاحيوت في حتى التابية تو والي ويعملوا فيها تكستور متاع رخام. مثلا في في بيوت النوم زي دال. حتى البابيبان عالاخر ولا بالبرخام موجود. حتى فما البابيبان كلي هكا فيه توش متاع الدوغي بالغيبان اديسي في دو ما طلعين عالاخر اه في بيوت النوم زي دا نستعملوهم في التدولي ورا الفارش زي دا يتغالف بال ياما قتلك بالبابيبان ياما بالبيباسي. هما زي دا برخام. كيف كيف في في بيوت النوم زي دا نستعملو الفتكين عندك تاب الباس كان عندك كونتوار كيف كيف لتاب دونوي الكوافوز. اذا كين حتى مش موبل بالبرخام رو تلقى اكسسوار برخام. يعني دي ما توش معناها تبدأ موجودة متاع الرخام اللي حب على للرخام يلقى اي حاجة نجم يحطها حتى كيما قلت انت اكسسوار مش بذرورة يا اما قاع يا اما حيت يا اما تدولي. سختو في السل دوتا وتلقى تلقى هذوك اللي زي اكسسوار متاع سل دو برخام. الخط الرخام دي ما دي ما حاجة جديدة ما متتهلكش زي دا فانت هي البوان فوق متاع متاع الرخام انو دي غابل. حاجة ما تتهلكش. دي غابل يقعد معاك معاك اللي تبني الدار حتى اللي معناه دي ما يقعد. دي ما سختو رخام الصحيح معناه مش نحك على بابي بان ولا نحكي على بي في سي فهمت. بي عنا زي دا لشيميني. بي لشيميني. كن قلت وش نحكي لك علي فما برش عبيد عندهم في ديارهم شيميني. وقول لك نحب. ما نحبش هي كستيل القديمة بتاع شيميني. دي خاطر خاصة كتب دا دار موديرن ولا حاجة. قول لك ها نحب ندخل فيها حاجة جديدة. شيميني تويت عملوا برخام. اما اكثري في في الالوين الغامقة. بيسك ود فيه وكل شي. بالنوار هكا. ايه. الشالوخ حاسي له هذي كي يتعمل برشة بالرخام. آآ فما زي دا نعرفه بخلاف اللقاعة تاوة معاتش انت تعمل الرخام اللي ما يحبش الرخام ولي تتعمل مثلاً اللقاعة الكغلاجي تعمل لفي متاع المابغ. المابغة مش مابغة بالزيت معناه فهمت تكشتور متاع الخام نستعملوها في كل شي في الدار كي ما قلت لك اه توش متاع المابغة تلقاه في اي حاجة في الدار. وتطلع حاجة مزيانة عالاخر خطر نعرفه احنا كما قلت انت من اللول هو الليوكس هو برشة حاجات. وفهم عبيت تقولك انا نحب نعمل الرخام اما من نجمش مرمى وفي معناها برشة صعبة 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 برشة حاجات وانك تشري. هانا اعطيناهم احنا البديل انك تنجم بالحق كي تدخل تقول ماربر اصان بورسان ما هو معناها تبدأ تكستور متاع الماربر معناه دجا هذي الكل معناه موجود في السوق. موجود. موجود في السوق وبالوان مختلفة وباشكال مختلفة. عنا 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 ارخام في تونس اكثرين احنا اسموا ماربر تيلا ماربر اذوك اللي المعروفين حتى ذوك راوم سافا معناه الواحد ينجم يقدر عليهم. ينجم يحب يطلع بحاجة مزينة لازموا يهون شوي. مو احنا نقولوا دي ما يلهم كل قديره قدرت نجم انتي تحب هالحاجة هذيك نسعى وباش نعملوها اما في حاجات اخر دي. مش فهم مبرش انوية عم تعمار بش فهم الغالي معناه اللي ما يقدرش عليه مثلا نوع عم بتاع الخامس مو اونيكس اذي كترا كنوية يشغل بالضوء. هذة معناه يجي. تلمو فيه اللقا. اي تلمو فيه اللقا وتلمو ظاوي على الاخر ويعطي شالون مزين على الاخر في الدار. اصلا يحب حاجة. اي اذي اللي يحب حاجة لوكس معناه. اذي انبوخ تيل بار يجين جبوه من بارة خاطر مع الناش. اه شكرا لك هلهم شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تابعوا فينا بالطبيعة اللي تبعتونا الكل. واذا كان فاتتكم اي حاجة تلقاوها انشغلها على الباج فيسبوك اوفيسيال الحياتة فهم كانت معاكم الوغيث وتوا نرجو لصباح الحيات يا قيروان.